بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين أحبتي في الله غدا إن شاء الله نبدأ أول يوم في شهر رمضان شهر الرحمة والغفران أدعو الله أن يتقبل مننا الصيام والقيام وأن نكون من الاعتقاء من النار كلمة قال هي الكلمة الوحيدة التي تكرت في القرآن خمسمائة وتسعة وعشرين مرة وخمسمائة وتسعة وعشرون يساوي ثلاثة وعشرون في ثلاثة وعشرون وثلاثة وعشرون هو عدد أعوام تنزل الوحي وتنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقد ظل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول للناس بخصوص التوحيد والقرآن والإسلام لفترة دامت ثلاثة وعشرين عاما أما كلمة حديث فقد وردت في القرآن ثلاثة وعشرين مرة بلا زيادة ولا نقصان وكما نعلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ثلاثة وعشرين سنة من عمره يحدث الناس عن الوحي والقرآن وعبارة أحسن الحديث لم ترد في كتاب الله سوى مرة واحدة نعم فعبارة أحسن الحديث وردت فقط في صورة الزمر وفي الآية ثلاثة وعشرين لاحظوا معي رقم الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا لجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هذا هذه الآية تتكلم عن نزول القرآن ورقمها ثلاثة وعشرين وثلاثة وعشرون هو عدد سنين تنزلي الوحي سبحان الله لنتأمل الآن الحرف الهجائي لعبارة أحسن الحديث والتي تعني القرآن فلدينا الألف ترتم الهجاء واحد الحاء ستة السين اثنى عشر النون خمسة وعشرين ثم الألف واحد واللام ثلاثة وعشرين والحاء ستة والدال تمانية والياء تمانية وعشرين والثاء أربعة إذا قمنا بجامعة الترتيب الهجائية نحصر العدد مئة وأربعة عشر ومئة وأربعة عشر هو عدد سور القرآن الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مدة دامت ثلاثة وعشرين سنة سبحان الله وأهنئ الأمة الإسلامية برمضان الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته